ان شاء الله النهاردة هنلخص الحلقة الاولى من مسلسل The Last of Us فما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجاية اول باول يلا بينا بتبدأ احداث المسلسل سنة 1968 ومجموعة من العلماء بيتكلموا عن الفيروسات ده بيكون الدكتورني يومان متخصص في علم الاوبئة بيقولهم انا مش خايف من الفيروسات احنا في حرب دايما معاها ناس كتب بتموت بس في الاخر بننتصر عليها انا خايف من التفايلات اللي بتعش جوا الانسان اللي اتوقع في المستقبل هتتطور لدرجة انها تتحكم في الانسان كأنه دمية ومش هنعرف نسيطر عليها وملايين البشر هتموت نروح بقى للوقت الحالي سنة 2003 ده بيكون جول عايش هو وبينته صارة وهم قاعدين بيفطروا بيدخل عليهم اخو تومي عشان يروحوا شغلهم بعد اما خلصوا فطار راحوا رجبوا العربية وفي السكة هيوصلوا صارة المدرسة صارة بعد ما خلصت مدرسة راحت عند محل بيصلح ساعات عشان تصلح ساعة ابوها عشان النهاردة عيد ميلاده وهي في المحل عربيات الشرطة بتجري برا وفي واحدة بتخرج بتتكلم عربي بتقول لي جزها اقفل المحل دلوقتي فقال لها الساعة لسه ثلاثة فقالت له انت مش عارف حاجة فخلت الساعة وديتها لصارة وقالت لها روح بيتك بسرعة دي بتكون ادلر جرتها بتروح تقعد معاها كل يوم على ما ابوها يجي من الشغل ودي بتكون امها صارة واقفة وامها ادلر وراها بتتحرك بتعمل حركات غريبة فصارة بتقول لها انا همشي دلوقتي ابويا زمانه جاي جول بيوصل متأخر فبتديله الساعة لصلاحتها هدية عيد ميلاده وشغلوا فيلمه وقعدوا يتفرجوا عليه بعدها بساعة اخو تومي بيتصل به وبيقول له انا في مركز الشرطة تعال خرجني دلوقتي فبيطلع صارة قدتها وبيروح لاخوه صارة بتصحى على صوته الهولوكوبتر فبتروح تشوف ابوها ما بيتلاقهوش فبتنزل تحته فتحت التلفزيون لقت الاخبار بتقول ما حدش يخرج من بيته احنا في حالة طوارئ فبتلاقي الكلب بتاع جاريتها ادلر واقف برا فبتاخده توديليها فالكلب بيخاف وبيجري منها فدخلت تشوف في ايه جوه فلقت امها قتلت جزها وبتمس دمها فهجمت عليها بس صارة بتخرج برا بسرعة فابوها وعمها وصلوا فبتهجم عليهم فجول بيغبطها بالحديدة في دماغها فماتت فرجبوا العربية وهربوا من المكان فلقوا كل الطرق مقفولة والجيش في كل مكان فمشوا في طريق تاني محدش يعرفوا عشان يخرجوا من المدينة وهم ماشيين لقوا الطريق ده كمان مسدود والزومبي في كل مكان بيهجموا على الناس وهم بيحاولوا يخرجوا من المكان لقوا طيارة اعطوا عليهم فجروا بسرعة فالطيارة اتفجرت وقلبت العربية فخرجوا بسرعة من العربية فتم بيقول جول روح عند النهر هقابلكم هناك جول شال سارة عشان تصابت في رجليها وهم ماشيين لقوا مجموعة من الزومبي قدامهم ففي زومبي شافهم فجري وراهم فقبل ما يمسكهم في جندي ضربوا بالرصاصة في دماغه فجول قال له احنا مش مصابين فالجندي يكلم القائد بتاعه يبلغه فقال له اقتلهم فضرب عليهم نار فويه على الارض فرح يكمل عليهم فجول بيقول له من فضلك ما تضربش بس قبل ما يضربه هتوم بيجي وبيقتله بس صرت صابت فجول بيضغط على الجرح بس الاصابة كانت خطيرة وبتموت وبعده مرور عشرين سنة في مدينة بوستن بعد ما بقت خراب بيظهر مجموعة من البشر وهم بيولاه في الجسس وبيظهر جول معهم بعد ما خلص راح ياخد اجره وبيبقى عبارة عن ورقة بيقدر من خلالها يشتري اي حاجة اسمها بطاقة وبيروح على المدينة اللي بقى فيها احكام عرفية وبيتحكم فيها قوة عسكرية اسمها فيدرة المنطقة دي اسمها بر الامان جول بيروح يقابل شرطي اسمه ماك عشان يبع له دواء فجول بيقول له ايه اخبار العربية فقال له لسه شخص واحد بس هقنعه فجول قال له التكلفة هتبقى كام فقال له اربع شرطيين وانا يبقى ستموت بطاقة فجول قال له انا ما معيش المبلغ ده هديك 200 و200 للتانيين تمام فقال له تمام اتفقنا فماك قال له ما تمشيش كتير في الشوارع الايام الجاية لان جماعة فاير في لايز قاتلوا اتنين مننا مبارح والقائد رفع حالة الطوارئ دي بتكون تيس مراد جول وده روبرت فبيقول لها احنا لازم نوصل لاتفاق دلوقتي فقالت له خلاص انت اخدت من البطاقات وصرفتها وكمان بيعت البطارية ما فيش مشكلة انا عاوز امشي من هنا دلوقتي فقال لها طب لما جول يشوف اللي في وشك هتقولي له ايه فقالت له هقوله اي حاجة المهم انا عاوز امشي من هنا وهما بيتكلموا فيكم بلد ضربة المكان فتيس خرجت برة لقت الشرطة بتشتبك مع جماعة فاير في لايز فبتحاول تمشي من المكان الشرطة عبضت عليها جول بيروح مكان اسمه البرج المكان ده وسيلة الاتصال المتاحة ما بين المدن فاي حد عاوز يبعت رسالة لاي حد بيروح هناك جول بيقول للشخص ده مفيش اي اخبار من تومي بعت اي رسالة فقال له ما بعتش اي حاجة انا بعت رسالتك للبرج التاني وبلغوه بس ما فيش اي رد فجول قال له ده بقال له تلات اسابيع هو فين البرج ده فقال له البرج اسمه كودي هنا في المنطقة دي بعد كده راح البيت عشان يجاهز نفسه ويتاني يوم لقى امراته تيس في البيت ووشها مغبوط فالله مين اللي عمل كده فقالت له ما فيش حاجة ده شوية مراهقين هاجموني بس انا تمام انا كنت في السجن طول اليوم ده المقر بتاع جماعة فاير فلايز ودي مارلين القائدة ودي كيم بتقول لها يا مين البنت اللي انت حبسها في قطك الجماعة بتسأل ومش عارفة قلهم ايه فبتقول لها قولي لهم يتبعوا الاوامر فبتخرج الاتنين دول برة فبتقول لي كيم احنا في حرب ضد الديكتاتورية العسكرية عشان نرجع حريتنا تاني زي الاول بس انا شايفة ان مفيش اي تقدم بقالنا عشرين سنة بنحارف فدرة عملنا ايه مفيش فبتقول لها النهاردة كل جماعة فاير فلايز هيتجمعوا هنا وهنخرج من المدينة فبتقول لها هننسحب فبتقول لها لأ هناخد البنت اللي انا حبسها ونروح ناحية الغرب في حد تابعنا في برج اللاسلكي اللي في منطقة سالم بعت لي الجواب ده فبتقول لها الكلام ده بجد فبتقول لها بجد خلي الكلام ده سر ما بينه فبتقول لها تمام انا معاكي حاليا احنا مش عارفين ايه الرسالة اللي في الجواب بس هنعرف بعدين مارلين راحت للطفلة اللي حبساها وديتها شنطتها وقعدت تتكلم معاها وقامت فك اديها فمارلين بتقول لها مفيش شكرا فبتقول لها على ايه فقالت لها عشان انا اللي انقصت حياتك ومخلتهم شيء تلوكي فبتقول لها لو سيبتي نمشي مش هقول لأي حد فمارلين بتقول لها واتروحي فين هترجع تاني للمدرسة العسكرية اللي تبع فدرة فبتقول لها لأ مش هرجع هناك تاني ده دخلون المدرسة وانا طفلة ده ملجأ ايتام مش رجع هناك تاني انا ما صدقت خرقت من هناك فمارلين بتقول لها بس مش هما اللي دخلوك لمدرسة انا اللي دخلتك يا ايلي فبتقول لها انتو امي فقالت لها لأ مش امك انا مارلين قائدة جماعة الفايرفلايز في منطقة بر الامان في مدينة بوستين فالي بتقول لها تبق انتي ليه دخلتيني مدرسة الفدرة فمارلين بتقول لها لانه المكان الوحيد اللي هتكون فيه في امان انما دلوقتي انتو في خطر انتو مهمة جدا بالنسبانا وعشان كده هتيجي معنا الليلة فبتقول لها اللي هقولهولك دلوقتي ما تقولهوش لحد ده هيبقى سر طبعا الاحداث مش مفهومة لحد دلوقتي وايه السر اللي قالتهولها نروح لجول وتيس عرفوا مكان روبرت فين ورايحين ليه فوصلوا للمكان اللي هو فيه ودخلوا جوه يدوروا عليه فلقوه ميت وجنبه البطارية بس بايزة مش شغالة فسمعوا صوت فراحوا نحيته فإلي هاجمت على جول بس تمسكها وقع على الارض فمارلين وكيم رفعوا عليه المسدس بس طلعوا يعرفوا بعض تيس بتقول لها انت بقى اللي روبرت كان عاوزي بيعليها البطارية فإلي بتحاول تاخد السكينة فجول رفع عليها المسدس فمارلين بتقوله وجه المسدس نحيطنا فبتقوله انا محتاجة البطارية لحاجة اهم اهم من اخوك تومي كمان فجول بيقول لها انت السبب ان اخويا ينقلب ضدي فكيم بتقول لها جنود فدرة هيوصلوا قريب مفيش وقت لازم نمشي فمارلين بتقولهم احنا كنا نخرج الي من المدينة النهاردة بالليل بس مش هنعرف نخرجها وإحنا كده فإيه رأيكم تخرجوها انتم فتيس بتقول لها احنا مش مهربين مين ديت فبتقول لها بالنسبة لكم ضيب ضاعة هتوصلوها لمبنى الحكومة القديم في فريق من الفير في لايز هناك مستنيينكم انا وكيم مش هنعرف نوصلها هناك وإحنا مصابين انا عارف انكم تقدروا توصلوها لوحدكم وفي المقابل هتديك اللي انت عاوزو مش بطرية بس لأ عربية واسلحة نارية ومؤن تروح تدور بها على خوك فبيروح لتيس عشان يقراره فبيوافقه على العرض فتيس بتقول لها اول ما نوصلها ناخد العربية والاسلحة على طول وإلا هنقتلها فقالت لها تمام إلي مش عاوزة تروح معاهم فمارلين بتقول لها اسمعي الكلام انت اهم افتكري اللي قلته لك وروحي معاهم فبيغضوها وبيتحركوا بيروح على بيت جول يستنوا هناك فجول بيقول لها انت حكايتك ايه انت بنت شخصية مهمة فبتقول له حاجة زي كده فبتدخل عليهم تيس وبتقول لهم يلا هنتحرك دلوقتي برا في الشارع الجنود في كل مكان عشان حظر التجوال واللي بيظهر ليهم بيقتلوه فبيخرجوا برا عن طريق نفق بعد كده بيفضلوا ماشين بهدوء بس في جند بيشوفهم فبيوقفهم فبيطلع ماك فجول قال له ده خلينا نحل الموضوع فقال لهم انزولوا على الارض وإلا هقتلكم فبيروح يكشف عليهم بالجهاز اللي معاه عشان يعرف مصابين ولا لأ فلسه يكشف علي إيه لي خبطته بالسكينة في رجله فجول قال له ده خلينا نحل الموضوع فماك بيقول له ابعد من قدامها فجول افتكر الجندي اللي قتل بنته فأم وقعه على الارض ونزل فيه ضرب لحد ما مات فتيس شافت الجهاز لون اخمر يعني مصابة بالفيروس فإيه لي بتقول لها اهدي انا مش مصابة انا تعضيت من ثلاث اسابيع وما تحاولتش ما تخفيش فجول خلي السلاح ومش يوم من المكان قبل ما حد ييجي وبتخلص الحلقة الأولى ونشوف إيه اللي هيحصل بعد كده لما الحلقة التانية تنزل ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجاية سلام